على فكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن طرح تذاكر أو الدفع الأولى من تذاكر كاس العالم للأندية في السعودية البطولة اللي هتتلعب من 12 إلى 22 ديسمبر القدم إن شاء الله ابتداء من الغد هيتم طرح الدفع الأولى من تذاكر مباريات البطولة جماهير النادي الأهلي بتترقب بالطبع عملية طرح التذاكر والراغبين سواء من مصر أو الجماهير الأهلوية اللي موجودة في السعودية بتترقب حجز تذاكر مباراة الفريق اللي هي تكون أولى المباريات إن شاء الله مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي للحصول على تذاكر هذه المباراة واللي بتحمل الرقم اتنين المباراة الأولى أوكلاند والتحاد جدة المباراة التانية الأهلي مع الفائز منهما وإن شاء الله تعالى من خلال الرابط المخصص لحجز التذاكر واللي الموقع الرسمي للنادي اهتم بترحه يكون الجمهور الأهلاوي اللي عايز يسافر للسعودية في البطولة أو الأهلوية اللي مقيمين في السعودية يتمكنوا إن شاء الله من حجز التذاكر لأنه أعتقد يكون إن أنت تلعب مباراة المحتمل يكون معاك فيها اتحاد جدة السعودي المسألة من المؤكدة يكون فيه إقبال سعودي كبير على التذاكر مؤكد يعني طرح التذاكر مبكرا يعني بيوضح الاهتمام والإدراك إن الإقبال حيكون كبير طبعاً استضافة السعودية أو النادي التحاد جدة لهذه البطولة مع وجود اهتمام سعودي كبير بكرة القدم بشكل يعني عايز يشاور على الدور السعودي وتطوره بإزاي حيحطه فين فأصبح استضافة الاتحاد السعودي لهذه المباراة مهمة جداً جداً على المستوى الأشقاء السعوديين ولكن أيضاً وجود جائلية مصرية كبيرة داخل وخارج السعودية في الخليج وفي مصر حدث بتشي بأن الإقبال حيكون غير مسبوك ويعني نتمنى إنها برضو تكون مباراة طليق بالكرة العربية علشان الأسيوية والإفريقية هي عربية ولكن بيمثلها بطل طرف أسيوي المحتمل كبير التحاد جدا والتحاد جدا النهاردة غيره من عدة أشهر يعني فريق هو الفائز بالبطولة الدوري ولكن أيضاً الذي يحظى أو دعم بنجوم أعالميين والأهل يفهم ديه أيضاً هيكون عند الموعد بإذن الله